اشتركوا في القناة ومنعوا القوات الحرس الجمهوري من ان تتحرك لمواجهة المظاهرات والاحتجاجات السلمية فعادت قوات اللواء الثالث الى المعسكر وبدأت ايضا بالاعتداءات وبالانتقام من المواطنين تأديبا لهم على موقفهم الوطني المشرف استمرت تحرشات القوات في نقطة الموت وفي اللواء الثالث بالمواطنين وقتلهم حتى قتل 11 من المواطنين من هذه المناطق الثلاث ولم يرد المواطنون بطلقة واحدة حتى هذا الوقت يعني بعد قتل 11 مواطن لم يكن قد اطلقت رصاصة واحدة من المواطنين في اتجاه قوات الحرس الجمهوري بل اكتفوا بالذهاب في وفود الى قيادة الحرس هناك لمطالبتها بتسليم القتلة الى العدالة والى الجهات الامنية ثم تطور العدوان بعد ذلك حيث لم تكتفي القوات هناك بمهاجمة المواطنين وقتلهم بل هاجمت خيام المعتصمين هناك واحرقتها واحدثت فيهم الكثير من القتل والجرحى وفي هذه الحالة وبدأت الدبابات تدخل الى القرى وفي هذه الحالة وجد المواطنون انفسهم مضطرين للدفاع عن انفسهم وعن بيوتهم وعن اعراضهم بعد ان شن عليهم الحرس الجمهوري هناك حربا شاملة بمختلف انواع الاسلحة بالراجمات بالدبابات بقذائف البي ام بي بمدافع الهاون وبغيرها من انواع الاسلحة الفتاكة واضطر المواطنون بعد ذلك للدفاع عن انفسهم وعن اعراضهم وعن قراهم تم توقيع المبادرة الخليجية بعد ذلك واستمر القتل بعدها حتى وصل عدد الشهداء بعد توقيع المبادرة الخليجية الى تسعة وثلاثين شهيدا ثم تم انتخاب الرئيس عبد الرب منصور هادي في ذلك الاجماع الوطني الشامل هل توقف القتل؟ لا والله استمر القتل بعد ذلك فوصل عدد الشهداء بعد انتخاب الرئيس هادي الى عشرين شهيدا تقريبا نعم لم يتوقف القتل رغم ان الرئيس هادي قد وجه بايقاف العدوان ولكن لا حياة لمن تنادي وبعد ايها الاحبة فان قذائف المدفعية والصواريخ ورشاشات البي ام بي والالغام المزروعة في الطرقات والمزارع ما زالت تحصد حياة المواطنين في هذه المناطق حتى هذه اللحظة فاين تحركات اللجنة العسكرية؟ نعم اين اللجنة العسكرية؟ واين توجيهات رئيس الجمهورية؟ بل اين المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان من تشريد الالاف تشريد الالاف الاسر وهدم عشرات المساجد ومئات المنازل وقتل المئات من الرجال والنساء والاطفال اين الضمير الانساني والعالمي من هذه المأساة الانسانية المروعة؟ اننا والله ايها الاحبة لنرفض ان تسفك قطرة دم لأي مواطن يمني سواء كان مدنيا او عسكريا نعم اننا لنرفض ان تسال قطرة دم لاخواننا من ابناء اليمن عسكريين ام مدنيين فمتى يجد نداء المواطنين في ارحب ونهم وبني جرموز استجابة من اجل وضع حد لهذه المعاناة التي لا تنتهي وانا هنا اناشد كل عاقل وكل ذي ضمير حي بما فيهم اخواننا العقلاء واصحاب الضمائر الحية في المؤتمر الشعبي العام ان يستمعوا الى مطالب ابناء ارحب ونهم وبني جرموز وهي مطالب كلها معقولة ومقبولة وتتلخص فيما يلي الوقف الكامل لاطلاق النار وخروج الاليات والمجنزرات والدبابات من القرى والمزارع ومزارع المواطنين هناك اثنين نقل المعسكرات المعتدية من المنطقة لانه من غير المعقول ان تظل هذه المعسكرات في المنطقة بعد ان قتلت وسفكت الدماء ونهبت الممتلكات واعتدت على الاطفال والنساء واعتدت على الامنين من غير المعقول ان يظل الرجال يشاهدون قتلة ابائهم وابنائهم في منطقتهم وهم ساكتون لا يحركون ساكنا ولذلك على هذه المعسكرات ان تخرج من هذه المنطقة واذا كان ولابد فالتستبدل بمعسكرات من غير الحرس الجمهوري الذي مارس عدوانه على هؤلاء المواطنين الامنين ثلاثة رفع النقاط المستحدثة في مختلف المواقع اكثر من عشرين نقطة بين صنعاء وارحب لماذا كل هذا لماذا كل هذا العبث بامن المواطنين ورفع المواقع المستحدثة وخاص موقع جبل ذباب وغيره من المواقع التي تستهدف المواطنين للقتل والاعتداء إلغاء التعميمات ضد أبناء المديريات الثلاث خمسة تنفيذ توجيهات الرئيس بخصوص تعويضات أسر الشهداء ومعالجة الجرحى وتعويض المعتقلين وإعادة اعتبارهم وإعادة تأهيل الأطفال والنساء جراء ما أصابهم من صدمات نفسية ستة تشكيل الأجنة لحصر كل الأضرار التي لحقت بالمواطنين لتعويضها سبعة إعادة منهوبات المواطنين المختلفة من سيارات من معدات من أثاث بيوت وغيرها ثمانية نزع الألغام المزروعة في الطرقات والمزارع والتي لا زالت تتفجر حتى اليوم بالمواطنين من الرجال والنساء تسعة إطلاق جثتي الشهدين ناجي السبعي ويحيى هاد الحامس نعم هل تتصورون في بلد مؤمن في بلد مسلم أن تعتقل جثث الشهداء لم يحدث هذا إلا من قبل الحرس الجمهوري للأسف الشديد فقد اعتقلوا جثة هذين الشهدين منذ ما يزيد على العام إسرائيل نفسها لا تعتقل جثث القتلى والشهداء ولكن هؤلاء يفعلون ولا حول ولا قوة إلا بالله أيها الأحبة في الله أيها الثوار الأحرار أيها الثائرات الحرائر إننا في الوقت الذي نعلن تضامننا وتأييدنا الكامل لكل مطالب ثوار أرحب ونهم وبني جرموز فإننا نطالب الرئيس المنتخب عبد رب ومنصور هادي بالقيام بمسؤولياته تجاه كل هذا الإجرام الذي يمارس في حقهم فهو المسؤول الأول أمام الله ثم أمام هذا الشعب الذي منحه ثقته وأعطاه تلك الثقة الكبيرة في أن يقود مسيرة هذه البلاد نحو الأمن والأمان والاستقرار كما نؤكد أن ساحات الحرية والتغيير لن يقر لها قرار حتى تنتصر لكل المظلومين وتنتصف لكل الشهداء والمعتقلين ويوحد جيشنا الوطني لحماية الوطن وأمن المواطن ويحقق حلم الأحرار والشهداء في إقامة الدولة المدنية العادلة التي ينتهي معها كل هذا العبث بمقدرات الوطن وبأرواح أبنائه أما إخواننا في أرحب وبني جرموز ونهم فإني أقول لهم أيها الأبطال الصامدون أيها الغر الميامين الذين تدفعون اليوم ضريبة مواقفكم البطولية ومواقفكم الشجاعة في نصرة هذه الثورة الشبابية الشعبية السلمية مهما طال ليل معاناتكم فإنه مؤذن بانبلاج الصباح فلابد للليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر وعلى قلعة سمودكم وصخرة إيمانكم بحقكم في الحياة الحرة الكريمة ستتحطم كل قوى الشر والإجرام وتنهزم كل آلات القتل والدمار من بني جرموز من نهم الأفاضل من روابي أرحب الأسد البواسل ضجت المأساة تشكو جرحها واستغاثات اليتامى والأرامل قوة الحقد التي تقصفهم بالصواريخ وأنواع القنابل لم تزل سادرة في غيها وضمير العرب والعالم غافل قل لهدي قل لهدي لماذا الصمت عن قل لهدي لماذا الصمت عن كل هذا الجور إن الله سائل يا أسود الحق في تلك القرى ابشروا ابشروا والله إن الليل زائل بصباح مشرق يزهو به كل حر ويجازى كل قاتل أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم آمين الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يؤلد ولم يكن له كفوا أحد أخرجنا من الظلم والظلام الأسود إلى النور الأبلج المؤيد وهدانا إلى الطريق الواضح المسدد برسالة أشرف خلقه محمد الذي علمنا أنه من لاذ بحما ربه بلغ الغاية والمقصد ومن نأى عن دربه فهو الخسران الدائم المؤبد نعم تصاعد أنفاسي إليك جواب وكل إشاراتي لديك خطاب فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب ونشهد أن لا إله إلا الله ذي الفضل والمنى أكرم أهل اليمن ووفقهم للخير عبر الزمن وأشاد بهم وحيه في الذكر والسنن قال تعالى بلدة طيبة ورب غفور يقول القرطبي في تفسير هذه الآية جمع لهم أيل اليمنيين مغفرة ذنبهم وطيب بلدهم ولم يجمع ذلك لجميع خلقه وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الله به وجه الزمان وعطر الله به تاريخ الإنس والجان وأسعد الله به كل ما في الأكوان يا نبي أحيى الوجود وأسعد وهدى العقل والضمير وسدد ولخير الإنسان دينا ودنيا قد دعى شرعه الحنيف وأكد أي وربي لو لاهما ساد خير أو رأينا في الأرض صرحا مشيد لا تسأل عن علام زاياه واسأل ما تساوي الدنيا بدون محمد ما تساوي الدنيا بدون محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحرار أيتها الحرائر ليست هذه الصورة الحقيقية لشعبنا العظيم ولا لأخلاقه وقيمه وأعرافه ليست صورة الظلم الحاصل في أرحب ونهم وبني جرموز هي الصورة الحقيقية لمبادئ اليمنيين وأخلاقهم وحكمتهم ليس ما يفعله ضعفاء النفوس من قطع للطرقات واعتداء على أبراج الكهرباء وأنابيب الغاز والنفط ونهب لأراضي المواطنين في تهامة وغيرها ليست هذه هي صورة اليمنيين ولا تعبر عنهم بل إن هذه الصورة لا تعبر عن قبائل اليمن الأصيلة ولا عن أعرافها النبيلة وما فعله شيخ الجدعان وهو يمسك بالمصحف ويدعو أفراد قبيلته لحماية المصالح العامة لا يؤكد أن قبيلة الجدعان الأبية وغيرها من قبائل مارب مارب النخوة والأصالة بل وجميع قبائل اليمن الكريمة النبيلة كلها ستقف بالمرصاد لهذه النبتات الشيطانية التي استزرعها نظام الفساد والاستبداد لتمارس أعمال الحرابة والبلطجة والإجرام نعم لتمارس أعمال البلطجة والإجرام بأقدر الطرق وأحقر الوسائل نعم هذه الصورة ليست صورة اليمن واليمنيين بل إن للصورة وجه آخر هو الوجه الحقيقي لهذا البلد الكريم والشعب العظيم الذي وصفه الشاعر الكبير عبدالله البردوني فقال نحن من نحن؟ نحن تاريخ فكر وبلاد في المكرمات عريقة سبقت وهمها إلى كل مجد وانتهت منه قبل بدء الخليقة فبسمي عاد فجرنا وهو يتلو للعصافير من دمانا وثيقة لقد كنت في الأسابيع الماضية في القاهرة وذلك شرفت بزيارة ميدان التحرير وكنت قد شاركت في إحدى الفعاليات وقلت لهم جئتكم من أنبل ثورة إلى أعظم ثورة ثم سألني بعد ذلك أحد الإخوة المصريين لماذا تسمي الثورة اليمنية أنبل ثورة فقلت له سأسألك بعض الأسئلة كم أحرقتم من أطقم الشرطة فقال العشرات بل المئات كم أحرقتم من مراكز الشرطة في القاهرة وغيرها قال ما تعدش على لهجة المصريين كم أحرقتم من مقرات الحزب الحاكم فقال معظم مقرات الحزب الحاكم في القاهرة وغيرها من المدن أحرقت كم أحرقتم من العمائر والمباني التي أطلقت عليكم منها النار والتي تعرضتم منها للأذى فقال كل مبنى كان يتعرض منه الثوار للأذى فقد أحرقناه قلت له اسمع إذن إلى نبل الثورة اليمنية لم نحرق طقم شرقطة واحد رغم كثرة العدوان علينا لم يحرق طقم شرطة واحد رغم كثرة العدوان علينا من أطقم الشرطة لم نحرق مقراً للمؤتمر الحاكم رغم كثرة ما تعرضنا له من أذى بل حتى المباني التي كانت تطلق على المواطنين منها النار وفي جمعة الكرامة أمسك بالقتلة في هذه المباني حتى هذه المباني لم تحرق بل أخذ القتلة وسلموا إلى العدالة لم نحرق أي مبنى لم نحرق أي مركز للشرطة قال فعلاً هذه أنبل ثورة بل وأنجح ثورة لأنكم كما قال لقد تمكنتم في اليمن من تحويل نظام الأسرة لديكم إلى مجرد عصابة تتعامل مع قطاع الطرق ومثير القلاقل والفتن بينما للأسف الشديد هنا في مصر لا زال المخلوع يحكمنا من سجنه المزعوم نعم قال هكذا وقال ليتنا صمدنا في الساحات كصمودكم وليتنا صبرنا في الساحات كصبركم أيها الأحرار الثوار أيها الحرائر ارفعوا رؤوسكم فقد نفطتم عن وجه شعبنا الغبار وغسلتم ما ألحقه به الفساد والاستبداد من الأدران والأوضار وأكدتم أنكم جند الله وأحفاد الأنصار طاها إذا ثار إن شادي فإن أبي حسان أخباره في الشعر أخبار أن ابن أنصارك الغر الأولى قذفوا جيش الطغاة بجيش منك جرار نحن اليمانين يا طاها تطير بنا إلى رواب العلا أرواح أنصاري أرواح أنصاري إذا تذكرت عماراً ومبدأه فافخر بنا إننا أحفاد عماري أيها الأحرار أيها الأخوات الحرائر وشعبنا اليمني العظيم على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخه صنعها بعزم رجاله ونسائه ونسج فجرها بثبات أبطاله ودماء شهدائه وسطرها بنضال أحراره وإصرار أبنائه وإصرار أبنائه نقول ليس غريباً على الشعب اليمني أن يسطر اسمه في أنصع صفحة المجد بل لا أبالغ إذا قلت إن الشعب اليمني العظيم أقدر الشعوب بصناعة فجر الحرية وأولى الأقطار بالريادة الإنسانية ليس هذا قولي ولا الدعاء ولكن هذا ما سطره لكم التاريخ عبر الأزمان بل وما شهد لكم به وحي الرحمن في محكم آيات القرآن وفي سنة النبي العدنان اسمعوا معي إلى بعض الآيات والأحاديث النبوية فقط نزراً يسيراً مما قيل فيكم نعم روى أبو موسى الأشعري التهامي اليمني قال تلوت عند النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فقال النبي عليه الصلاة والسلام هم قومك يا أبا موسى ثم قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إلى آخر السورة قال الماوردي والحسن البصري الناس هنا هم أهل اليمن نعم قال تعالى أيضاً وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم قال القرطبي قيل إنهم اليمنيون وهم الأنصار إنهم اليمنيين وهم الأنصار وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنه قال تعالى عن قريش أهم خير أم قوم تبع قال القرطبي اسمعوا إلى هذه الآية جيداً أهم خير أم قوم تبع قال القرطبي جعل الله قوم تبع وهم اليمنيين خير من قريش وأما الأحاديث فلا تحصى ولكن يمكننا فقط أن نذكر على سبيل المثال الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا عن جبير بن مطعم قال رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء فقال أتاكم أهل اليمن كقطع السحاب هم خير أهل الأرض ومن أراد أن يستزيد فليقرأ هذا الكتاب القيم نعم هذا الكتاب العظيم للأستاذ عبد الملك مرشد الشيباني مكانتها في القرآن والسنة ففيه عشرات الآيات ومئات الأحاديث النبوية التي تتحدث عن فضل اليمنيين وعن ما يستحقون من تكريم في الدنيا والآخرة وعن بعض قبائلهم ورجالتهم نعم اليمنيون الذين ابتعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب كرم الله وجه فوصل إلى همدان فأسلمت همدان كلها في يوم واحد فلما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا لله وهو يقول سلام على همدان سلام على همدان سلام على همدان وقال فيهم علي كرم الله وجهه ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ندخلوا بسلامي أيها الإخوة والأخوات يا أبناء اليمن وصناع التاريخ هذا غيظ من فيض مجدكم وهاكم بعض الأولويات التي لم تسبق إليها أمة قبلكم أول من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل مولده وبعثته هو التبع اليماني كرم بن أسعد وهو أول من كس الكعبة أول من يشرب من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم أهل اليمن إني لبعقر حوضي كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لبعقر حوضي يوم القيامة أذود الناس ليشرب أهل اليمن أضربهم بعصايا حتى يرفض عنهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم أول شهيد في الإسلام من النساء سمية زوجة ياسر العنسي المذحجي اليماني أم عمار رضي الله عنها أول شهيد من الرجال يمني سياسر بن عامر العنسي أهل اليمن أيضا هم أول من جاء بالمصافعة زيد بن حارفة هو أول من أسلم من الموالي في مكة وهو من قضاعة وهي قبيلة يمنية أول صدقة بيضت وجه النبي صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طيء وهي قبيلة يمنية أول من جاهد على فرس في سبيل الله هو المقداد بن عمر الكندي وهو من قبيلة كندة اليمنية ثم اسمعوا أول من دق باب الإمبراطوريتين الرومية والفارسية أول من هاجمها أول من قاد الجيش إليها هم أبناء اليمن فأول من هاجم الإمبراطورية الفارسية هو العلاء بن الحضرمي وأول من هاجم الإمبراطورية الرومانية هو أسامة بن زيد رضي الله عنه وأصله من قبيلة قضاعة القبيلة اليمنية أيها الأحرار أيها الحرائر لقد علمتنا قيم الثورة الشبابية الشعبية السلمية كما ألهمتنا حكمة هذا الشعب العظيم أن نتسامى فوق جراحاتنا وأن نكبر على آلامنا وقد سمعت الكثير ينادون لماذا لا تفتحون صفحة جديدة ومن هنا فإننا ندعو ومستعدون لفتح صفحة جديدة للمحبة والتعاون والبناء مع الجميع بدون استثناء إلا أولئك الذين تلطخت أيديهم بدماء هذا الشعب وتدمير مقدراته وأولئك الحمقى الذين ما زالوا يمارسون أعمال القتل والبلطجة والإجرام في حق الوطن والمواطن حتى هذه اللحظة مراهنين على ماضي آفل نجمه وغربت شمسه وإلى الأبد أيها الثوار الأحرار أيتها الثائرات الحرائر يا أنبل أجيال اليمن وأبر أبنائه هذا تأريقكم وهذه ثمرة نضالكم فأنتم حاضر اليمن المتحفز ومستقبله المشرق الوضاء وصناع نهضته الحقيقية والحتمية المدهشة فسيروا على بركة الله والله معكم ولن يتركم أعمالكم ها نحن ثرنا على إذعاننا وعلى نفوسنا واستثارت أمنا اليمن نحن البلاد وسكان البلاد وما فيها لنا إننا السكان والسكن اليوم للشعب والأمس المجيد له له غد وله التاريخ والزمن فليخسأ الظلم ولتذهب عصابته ملعونة وليولي عهدها النتن صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه في قوله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسليما اللهم صلوا وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصبع أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وارض اللهم معنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم شهداءنا الأبرار اللهم ارحم الشهداء الذين سقطوا في الحادي عشر من مايو في بنك الدم وغيرهم من شهداء الثورة السلمية واخلف عليهم وعلى أهلهم وعلى أولادهم بخير اللهم ارحم شهداءنا في أبيا من قواتنا المسلحة ومن رجال اللجان الشعبية الذين يسطرون أروع البطولات في مواجهة هذه العصابة المدعومة من بقايا نظام الفساد والاستبداد اللهم ارحمهم رحمة الأبرار اللهم منصر المجاهدين في سبيلك نصرا قريبا يا رب العالمين اللهم حقق لنا كل أهداف ثورتنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إننا نلوذ بك وحدك ونستنصرك بك وحدك فأنت الناصر والمعين اللهم اكشف الغمة والكرب عن إخواننا في أرحب ونهم وبني جرموز وعن كل المستضعفين وعن كل من يؤذون يا رب العالمين وعجل نصرنا ونصر أمتنا وعجل نصر ثورات الربيع العربي في كل مكان يا رب العالمين اللهم أبرم لليمن أمر رشد يعز فيه أهل الخير ويذل فيه أهل المعصية والشر يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين نسألك بجلال وجهك وعظيم سلطالك أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرقته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائق الدنيا والآخرة إلا يسرتها بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين